نرة النواتي لو قدر للعارفين بالعلوم العسكرية دراسة المشهد العسكري في عراق ما بعد الاحتلال لمثل أمامهم أنموذجا حيا لفوضى البنادق وتعدد حامليها واختلاف ولاءاتهم بل يتعدى الأمر ذلك إلى التساؤل عن حقيقة وواقعية الدور الذي تؤديه الجيوش بعد أربعة أشهر فقط من أعلان العبادي النصر النهائي على تنظيم الدولة عاد الرجل اليوم لينسف ما أعلنه محذرا من وقوع ما سماها بكارثة جديدة تتمثل بانهيار الجيش مرة أخرى على غرار ما حدث عام 2014 في ظل نشر بعض وسائل الإعلام لما قال أنها انتصارات كاذبة لتنظيم الدولة على القوات الحكومية وإذ لا يأخذ الفارق الزمني الضئيل بين إعلان النصر والتحذير من الانهيار ذلك الحيز من الجدل مع عودة تساؤلات أكثر واقعية إلى الساحة فكيف يحذر الرجل من انهيار جيش وصلت ميزانية إنفاقه العسكري عشرات المليارات من الدولارات حتى قالت لجنة النزاهة البرلمانية أن الأموال التي صرفت على عقود الجيش تكفي لجعله يضاهي الجيوش الأوروبية وزاد على ذلك معهد ستوكهوم لأبحاث السلام حينما قال إن العراق تصدر لائحة الدول العربية في الإنفاق العسكري ولعل الإجابة البديهية على هذا السؤال هو الفساد المستشري بوزارة الدفاع ذات الصفقات المليارية الشهيرة لكن بعض المراقبين رأوا الأمر من زوايا أخرى وإحدى هذه الزوايا هي الصطوة المتزايدة لميليشيا الحشد التي أخذت مهامها بالتدرج صعودا من الحرب على ما يسمى الإرهاب إلى حفظ الأمن وصولا إلى التحكم الفعلي بالقرار العسكري بل وحتى رفض إشراف وزارة الدفاع عليها كما قال زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي مستنكرا إشراف خريجية الكلية العسكرية على وحدات ميليشيا الحشد التي يحلو لقادتها وصفها بأنها باتت أقوى جهاز عسكري في المنطقة وهو ما حمله البعض على أنه دعوة صريحة لتحجيم المؤسسات الأكاديمية العسكرية وإيكال الأمر للميليشيات وإذا كان الوضع كما يدعي قادة الميليشيات تحت سيطرة قوة عسكرية فائقة الإمكانيات فعلى ما إذن يحذر لعبادي أم أن الرجل يعلم حد اليقين أن كل ما سبق هو حبر على ورق أو نمر من ورق